احمد سمير كان من ضمن الناس اللي ممكن تكون ماشية وجالها عروض في بداية السنة وعروض قوية كمان كان عايزين نعرف منك ايه هي العروض وليه الامور ما مشيتش ان انت تنتقل لنادي تاني كان في عروض كتير لكن سبب المشيئان انا مش عارف يعني اولا طبعا النادي متمسك بيه جدا وشايف ان انا لو خرجت من النادي ممكن النادي يتقصر شوي انا طبعا بحترم وجهة نظرهم في كده مقدرش يعني اعطي انا لعب انا محترف انا لعق ملتزم بيه مع النادي بيجي لي عروض وبيجي لي حاجات ممكن كمان النادي يستفاد منها بس النادي اول السنة دي كان فيه وكان 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 فيه النادي المصري كنت قرأي بعض النادي المصري علاهم ماديا الويس اللي نادي طبعا الجيش كان قاني عرض اللي حسيت ان هم فعلا متمسكين بيه جدا لا هم كلهم على فكرة كل الاندي اللي انا بقولها دي كلهم كانوا متمسكين بيه جدا وكلهم يعني كان كان الكلام اللي بيتقال ان اللي انتوا عايزينه احنا يعني يقولوا ان انتم عايزين كام وطلباتكم ايه واحنا ما عندناش مشكلة انت عادك يخلص امتى مع الجيش ايه دي السنة دي السنة اللي جاي اخر السنة اللي جاي يعني انا السنة اللي جاية في شهر واحد ابقى يحق لي ان انا اوقع في اي مكان ارتبط اسمك بالنادي الاهلي بين مفاوضات كنا بنقرأ اخبار ان احمد سمير الاهلي بيفاوضه احمد سمير رغبته انه يروح الاهلي كان ايه اللي حصل و ايه قواليس الموضوع ده كله هو كان فيه كلام بس مش مفاوضات مثلا يعني انا قلت قبل كده مفيش حد مثلا من النادي الاهلي يكلمني شخصيا فلكن كان فيه اه حد جوه النادي الاهلي او ناس جوه النادي الاهلي يعني كانوا بيوصلوني بيوصللي انا شخصيا ان انا اسمي مطروح وان انا في الصورة جوه النادي وان فيه كلام كلام ده كل فانا لما كنت بتسئل ان انت هل لو جالك الاهلي توفق فكنت بقول لأخباتي اه موافق فهو ده هو يعني هي دي القصة كلها كانش فيها اي جلسات خالص لا ما حصلش البعد قالي انك وقعت لا لا ما حصلش لو وقعت انا هخصي خلاص الموضوع وخالص انا هقول انا خلي بالك انا فيه حاجات فيه العيبة تانية ممكن ما تقولهاش في الميديا او في الاعلان انا ببقى شايف اني لا انا ممكن اقولها عاجي المعروف عنك ان انت صريح لو حصلت هقولها يعني لو حصلت هقولها لكن ما حصلتش بله حاسس من كلامك ان انت فقدت الامل شوية؟ ممكن يكون اللي عطى الموضوعي شوية في النادي الاهلي ان النادي الاهلي اتعاقد مع تاو وبعدها اتعاقد مع ميكي سوني فممكن يكون ده شوية يعني ممكن يكون ده اللي قلل المفاوضات شوية او اللي قلل الاهتمام شوية لكن انا ما عنديش يعني انا ببقيتش الامل انا شايف ان هي خطوة هتبقى كويسة لها وانا شايف ان لسا نحنا لسا السنة موجودة وشغالة واقدم ان انا اكمل على مستوية وحافظ على مستوية علشان السنة الجديدة يبقى ممكن يبقى في كلام تاني تصريحاتك ان انت عايز تنضم للنادي الاهلي وان انت بتحب جماهيري النادي الاهلي دي خلت بعض جماهير الاندية الاخرى او الزمالك بالاخرس بيقول ان احمد سمير بيقول كده عشان يخلي الجماهير تقف في ظهره وان الجميل تطالب ان هو يبقى موجود الكلام ده فعلا كان في حساباتك وانت بطول كده لا انا هقولك حاجة الكلام اللي انا اتكلمته بناءة على رد فعل يعني هقولك ازاي لما اسمي اتطرح انا شفت قبول كبير جدا والناس كتير جدا كان بتقابلني ممكن في الشارع هتكلمني فدي حاجة بسطتني يعني انت تخيل انا العيب ما دخلتش النادي واسمي بس ارتبط بالنادي ولقيت فيه يعني قبول كبير جدا ورد فعل كويس انا ما قابلش رد فعل ده بشكر او ان انا بقى حاجة تبسطني لما كنت بتسأل وتبقى قولي ان انا باشكر الناس اللي هي بتتكلم عليك كويس او نفسها ان انا بقى موجود وده حاجة يعني هتبسطني ان انا من غير ما يكون موجود والناس حباني فدي حاجة ما تزعلش انا مش اصلا هقولك حاجة او الجمهور لما يضغط او انا استغل حاجة زي كده او النادي الاهلي مش عايز احمد سمين ايه اللي هيحسن مش هيجيه لان ما هو الانديها الكبيرة لو ابتدت تخضع بداخل الجماهيب والكلام ده يبقى الجماهيب اللي هتمشي النادي لكن فيه ادارة وفيه مسؤولين هم اللي مسؤولين عن الكلام ده فدي حاجة ما لهاش علاقة انا لو ما بعملهاش عشان حاجة انا بعملها عشان ابدل فعل اللي انا ليه بس تزعلت منك جمهوري الزمالك او انا بعملها عشان